وحول تصدير الطاقة إلى أوروبا شددت رئيسة المفاوضية الأوروبية على أن مصر تمثل شريكا موثوقا فيه للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة وأكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن مصر ستصبح مركزا لتوفير الطاقة بالمنطقة والعالم وقد نقشنا أهمية وثقة لإمداد الطاقة بقدر الإمكان وتوسيع هذا النطق واننا هنا اتخذنا بعض الخطوات ووقعنا مذكرة تفاهم هذا الصباح لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر ثم تسييل الغاز هنا ثم نقله إلى الاتحاد الأوروبي وهذه خطوة العملاقة إلى الأمام لإمداد الطاقة والغاز إلى أوروبا وكذلك مهمة بالنسبة لمصر لكي تصبح مركزا للطاقة في الإقليم